السلام عليكم ورحمة الله كيف الحال والإحوال في هذا الفيديو إن شاء الله سأتقسم معكم تلخيص مبسط لبيداغوجية الخطأ التي إذا ندرج ضمن المفاهيم التربوية والتعليمية بيداغوجية الخطأ بيداغوجية الخطأ الممارسة البيداغوجية الكلاسيكية الخطأ لا يغتفر لكن الفرق بين الخطأ في طرق التعليم القديمة والخطأ في طرق التعليم الجديدة الخطأ قديما في عملية التدريس كان الخطأ لا يغتفر يعاقب المتعلم بما يؤدي إلى الإحباط والعزوف عن الدراسة يعني من لك يدير تلميذ الخطأ يعاقب بيداغوجية الخطأ تقوم لكن حديثا يعني جاءت واحدة بيداغوجية اسمتها بيداغوجية الخطأ التي تقوم على اعتبار أن الخطأ استراتيجية للتعليم والتعلم هذا الخطأ عنده بجموعة الأبعاد البعد السيكولوجي اعتبار الخطأ ترجمة للتمثلات يعني غير علش تلميذ كي يدير الخطأ لأن المعارف السابق والتمثلات فيهما يعني خطأ يعني اعتبار الخطأ ترجمة للتمثلات البعد الإبستيمولوجي يعني المعرفي يعني يمكن المتعلمين يمكن يمكن المتعلمين أن يعيدوا ارتكاب نفس الخطأ التي ارتكبتها البشرية في تاريخ تطورها العلمي يعني الإنسان لا يمكن أن يتجنب الخطأ يعني 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 الإنسان خطأ البعد البيداغوجي تحت المتعلم الاكتشاف الخطأ وتصحيحه ذاتيا يعني في حديثان الاستاذ مخشوس يعقب تلميذ بالعكس يعطي يعطي الفرصة باش يكتشف تلميذ الخطأ الذي يدر بنفسه ويقوم بتصحيحه ويقوم بتصحيحه ذاتيا مصادر الأخطأ يعني الخطأ في القسم عندنا ثلاثة الأنواع للمصادر يقدر يكون الخطأ من المدرس هولا من المتعلم هولا من المعرفة الخطأ سببه المدرس لا لا مثلا يعني الاستاذ لدر الخطأ يعني مثلا لأنشطة لا يقدم التلميذ أنشطة غير مناسبة المدرس لا ينوع الطرق والوسائل المدرس يتصور يعني يتصور الأستاذ متعلم بشكل سلبي الخطأ سببه المتعلم مثلا تلميذ عندما لينتبع عدم الانتباه عدم التركيز عدم القدر على التواصل أولا المتعلم عنده حالة اجتماعية خاصة الخطأ سببه المعرفة يعني المعرفة تتجاوز لمستوى الذهن المتعلم يعني هذا هو المقصد الخطأ يعني في البيداغوجيا التقليدية الخطأ لا يغتفر ولكن في البيداغوجيا الحديثة الخطأ مصدر المعرفة بفضل كلما نديرو الأخطاء كنتمنى أن هذا الفيديو إنال إعجاب لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته